يوم بعد آخر تزداد قناعة الشارع في أن دور الجهات الأمنية المدعومة إقليمياً صار لا يتفق مع أهداف التحرير واستعادة الدولة وذلك بعد أن أصبح الوضع الأمني أكثر تقلباً في عدن بالإضافة إلى التجاوزات التي شملت الصلاحيات الإدارية والأمنية في المحافظة توجسات كثيرة تحولت إلى واقع بعد أن أصبح دور التحالف العربي في عدن يثير الكثير من التساؤلات فالقوات المدعومة إماراتياً باتت بعد ثلاثة أعوام من التدخل العربي في اليمن تسيطر على مساحات كبيرة خارج إطار الدولة بالإضافة إلى فرض الأمر الواقع على كل من يعارض وجودها في الجديد قال موقع عدن الغد إن القوات الأمنية في مبنى محافظة عدن منعت وكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين والمكلف مؤخراً بالقيام بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة الوكيل أحمد سالمين الذي عرف بأنه لا ينتمي إلى أي قوة سياسية كان سابقاً يمارس عمله اليومي في مبنى المحافظة دون أي توقيف ولكنه عشية القرار الحكومي مونع من دخول المبنى الدوافع الرئيسية للتوجه الإماراتي في عرقلة عمل محافظ عدن المفلح سابقاً والقائم بأعماله حالياً يعيده مراقبون إلى أن المفلح كان يعارض بشدة التوجهات الإقليمية التوسعية في عدن وهو ما جعل المحافظة تعيش فراغاً إدارياً أكثر من أي وقت مضى التوجه الإقليمي وضع في أولوياته السيطرة على كل المؤسسات في عدن بعد أن أحكمت دولة الإمارات السيطرة على السواحل اليمنية وهو ما يرجحه مراقبون بمثابة التعويض عن ما خسرته بعد إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة دبي في العام 2012 وبين حرب سياسية وتصعيد إعلامي لا يزال الوضع في عدن مرشحاً للتوتر بشكل أكبر خصوصاً بعد أن أصبحت اليمن أشبه بمقاطعة حرب يريد الداخل والخارج فرض كل أجندته وتوجهاته عليها ترجمة نانسي قنقر